قرر مفيد الدين في العام 2011 أن يؤسس فريقاً لكرة القدم من الإناث في قريته في بنغلاديش بعدما مني فريقه للذكور بهزاء متتالية وبعد أقل من خمس سنوات فاز فريقه الجديد هذا بكل جوائز المسابقات الوطنية كثيرة هي العقبات التي اعترضت طريق هذا الفريق منها عقبات مادية إذ لم يكن في القرية ملعب مخصص لكرة القدم كما أنهن كنا يتدربن من دون أحذية فثمن الحذاء الرياضي يعادل راتب شهر المشكلة الأبرز هي الملعب إن قمنا بتحسينه ستلعب الفتيات بشكل أفضل لكن بلوغ هذا المستوى وهذه الشهر لم يكن خالياً من العقبات وأولها اعتراض عائلات اللعبات ورفض مجتمع ما زال تزويج القاصرات فيه أمراً شائعاً واليوم يدرب مفيد الدين نحو خمسين فتاة تراوح أعمارهن بين السابعة والسادسة عشر وقد فاز فريقه ببطولة بنجلادش ترجمة نانسي قنقر